الحقيقة كان هناك عشان تأكيداً لأن احنا بصين على موضوع الدين وخاصة من الدين الخارجي كان هناك قرار بإعادة تشكيل لجنة الدين برئاسة رئيس الوزراء بنفسه عشان نبقى قادرين نحوكم موضوع الدين الخارجي ويتخذ المصاري النزولي احنا نزلنا بصورة كبيرة جداً وحضراتكم عارفين هذا الكلام ولكن هنستمر في المصاري النزولي للدين الخارجي في خلال الفترة القادمة نأتي للحدث العلامي الكبير اللي حالياً بتستضيفه مدينة القاهرة وهو المنتدى الحضر العلامي وهذا المنتدى عشان حضراتكم تبقوا عارفين ده ثاني اهم مؤتمر بتعقيده الأمم المتحدة بعد مؤتمر قمة المناخ او الكوب ده من حيث الاهمية ومن حيث اعداد اللي بيبقوا مشاركين والحقيقة اذا كنت استمعتوا الى السيدة مديرة التنفيذية للمنظمة الهابيتات هذا المنتدى هو الاكبر في تاريخ المنتديات من ساعة ما بدأت هذه الفعالية من حيث مستوى من عدد الحضور ومستوى الحضور احنا بنتكلم على سبعة وتلاتين الف مشارك منهم اكتر من عشرين الف اجانب بالاضافة الى اتنين وسبعين وزير وستة وتسعين محافظ او عمدة او مير لمدن واحنا عندنا تواجد لاكتر من مية وتمانين دولة فبالتالي ده كله الحقيقة زخم كبير جدا 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 الشيء المهم جدا ان ده كان فرصة لمشاركة وعرض التجربة المصرية الرائدة والحمد لله النجحة في مجال التنمية العمرانية في المجالات المهمة جدا الامم المتحدة او منظمة الهابيتات معنية بيها وهي موضوع الاسكان الاجتماعي والاسكان المحدود الدخل تطوير المناطق الغير امنة والمناطق العشوائية مشروعات النقل الحضري والمستدام مشروعات تطوير البنية الاساسية انشاء المدن الجديدة والمستقرات الجديدة تطوير الريف اللي بيتم على فكرة ده كله البزنس بتاع هذه المنظمة فالحقيقة التجربة المصرية بكل المقاييس هي تجربة ثارية جدا جدا لان الحمد لله حققنا نجاحات كبيرة جدا في كل هذه المجالات وده اللي اكدته السيدة المديرة التنفيذية وانبارح الحقيقة ليلا كنت كان فيه يعني شرفت بحضور لقاء مهم مع وزراء الاسكان الافارقة والحقيقة يعني ما سمعناه من وزراء الاسكان الافارقة يجعل اي مصر يفتخر بالحدث في مصر في خلال هذه الفترة الماضية يعني اهم الرسائل اللي موجودة من الدول الافريقية ان احنا نتمنى ان نتعرف على كيف نجحت مصر في تحقيق هذه المعجزة في مجال التنمية الحضرية على مدار السنوات الماضية ونريد ان نتعلم منكم ونريد ان تنقلوا لنا خبراتكم في هذا المجال وان احنا حرصين ومنفتحين ان تأتي الشركات المصرية اللي ساهمت في هذه النهضة العمرانية في مصر وان ايضا تساعدنا في دولنا في تنفيذ نفس هذه المشروعات انا بدي لحضراتكم ملامح لان نتقال كلام اكتر من كده ولكن هو ده التوجه وشايفين العالم شايفنا ازاي النهاردة في ضوء هذا المنتدى الحضري العالمي الحقيقة يمكن عشان قبل ما اترك لحضراتكم الفرصة لالقاء الاسئلة وارد على حضراتكم الحقيقة مرضو في نفس الفترة دي واحنا بنتحرك بصورة ايجابية بهذا الكلام الحقيقة احنا وجهنا بحجم من الاخبار الكاذبة والاشاعات بصورة غريبة جدا وبصورة مكسفة بدءا من اللغط ويمكن احنا كان معالي وزير السياحة والاسارة عرضوا بموضوع اطلاق قصود قصر النيل موضوع اتقال ان بنقطع الاشجار التراثية في حديقة الارمان اتقال اصلاحنا حنخلي دير سانت كاترين اتقال حنبيع بحيرة البردويل لبعض المستثمرين الاجانب وكلها الحقيقة يعني اخبار مغلوطة ويراد بيها يعني يعني كذب بصورة كبيرة جدا كان برضو معاها ويمكن حضراتكم تابعته في نفس الوقت في نفس تزامن تاني يوم ما السيدة مديرة السندوق جزارة مصر وقالت التصريحات الايجابية طلع خبر بطريقة معينة ان تم زيادة اسعار الغاز الطبيعي للمنازل والخبر طالع عشان يطربط الزيارة بان الدولة بتنفيز زيادات بينما هذه الزيادة معمولة من وقت ما عملنا الزيادات من شهر ونص او اكتر فبالتالي لازم نبقى واخدين بالنا الطريقة اللي بيتم بيها محاولة يعني يعني النيل من الدولة المصرية ومحاولة يعني تشكيك في كل اللي بيحصل ومحاولة ازاي انها يعني يبقى فيه نوع من يعني مش عايزة اقول تحفيز المواطنين ضد الدولة الهدف كله كيف نخلق حالة من الاحباط والمناخ السلبي وعدم الاستقرار في الدولة المصرية فانا عشان كده بقول لحضراتكم لازم احنا كمصريين نبقى واخدين بالنا من ازاي طريقة الاخبار دي بتطلع وشكلها ازاي وان احنا لازم نستقي يعني الاخبار من الدولة احنا بنرد على طول ولكن الحجم الهائل احنا تقريبا ما فيش يوم بيعدي غير لما بنلاقي حاجة يطلع بها خبر عشان يعني يكون هدفه بلبلة واثارة الرأي العام على طول بنرد وبنحاول نرد وبنحاول ان احنا نتعامل مع هذا الموضوع ولكن ايضا يبقى ان المواطن نفسه لازم يبقى واعي بهل هذه الاخبار فعلا منطقية هل هذا الكلام فعلا على الارض بيحصل ولا لا طب وايه الهدف منه انا بقول هذا الموضوع لان الموضوع هيفضل مستمر موضوع وارد جدا انه هيفضل مستمر وحيزيد كمان كل ما هتبقى فيه هناك يعني شكل او توجه ان هناك يعني ايجابية بتحصل وفيه اصلاحات بتحصل وفيه اثار ايجابية بتحصل حنواجه على الجانب الاخر ان محاولة اشاعة حالة من الاحباط والمناخ السلبي في هذا الشعب انا حبيت ان انا اوضح هذه النقاط لانها كلها نقاط مهمة جدا ولازم يبقى المواطن شاعر بالوضع اللي احنا فيه ولكن الاهم ان الحمد لله الاجراءات اللي الدولة المصرية ماشي فيها في ظل الظروف الغير مسبوقة اللي احنا فيها كلها في الاتجاه الصحيح وباذن الله القادم حيبقى افضل باذن الله للدولة المصرية اسمحوا لي ان احنا نتلقي عدد من الاسئلة اه طب خلاص اترضى لي مع لي دولة رئيس الوزراء لو حضرك تسمح لي يمكن في المؤتمر حضرك اتكلمت عن كل ما يخص الشأن الداخلي فاسمح لي انتقل لشأن اخر وهو تعليق حضرتك وتعليق الحكومة على التصرحات الاخيرة لابي احمد وبشأن السد الاثيوبي والانتهاء منه بنسبة 100% وان هو لم يدر دول المصر شكرا طيب خلينا نرد على هذا الموضوع موقف مصر من البداية اللي اعلنته مصر مصر ليست ضد التنمية في دول حض النيل بل على العكس نحن نرحب باي مشروعات تنموية تحصل في دول اشققنا من دول حض النيل ولن نكون ضد اي تنمية في هذه الدول بما لا يؤثر بالسل على الدولة المصرية وحقوق الدولة المصرية في نهر النيل نهر النيل بالنسبة انه هو المصدر تقريبا الوحيد للمياه في دولة معتبرة ومعرفة في العالم من اكثر دول العالم جفافا من حيث موضوع سقوط الامطار وبالتالي لم نكن ابدا معترضين على اي مشروعات ولكن كنا بنقول ان اي مشروعات تتعمل في دول حض النيل تبقى بالتعاون والتنصيق والتوافق مع بعضنا البعض وما زال هذا هو موقف مصر السابت حاولنا على مدار السنوات الماضية ان احنا مع اشقائنا سواء في السودان او اثيوبيا نصل الى اتفاق يقنن ويضمن للدول المصب اللي هي مصر والسودان اللي تتأثر بالسلب من مشروع السد النهضة للأسف لم يتجاوب معنا الجانب الاثيوبي وبالتالي مصر يعني اعلنت في مرحلة ما توقف التفاوت وتقدمنا لمجلس الامن واعلننا بكل الوضوحة بنعلنه وحنفضل نعلنه ان مصر حتكون حريصة على حماية حقوقها المائية بكل الوسائل الممكنة وبالتالي احنا كان طوال هذه المدة اللي كان بيتبني فيها السد احنا ما كناش وقفين احنا كنا ماشيين بالمصار الدبلوماسي ولكن في نفس الوقت كنا شغالين في عدد كبير جدا من المشروعات في مجال الراي في مجال الصرف الصحي ومعالجة الميا بحيث ان احنا لا نتأثر او يبقى التأثير الدار من انشاء الشد وملء السد يبقى باقل قدر ممكن على الدولة المصرية في تأثير دار حصل اه في تأثير طبعا ولكن الحمد لله النهاردة مع كل الاجراءات اللي الدولة قامت بيها الحمد لله نقدر نقول ان النهاردة مخزون ومستوى المياه في بحرات السد العالي لم يتأثر محدش تأثر او شعر انه فيه نقص ميا ولكن ده كلفنا كثيرا جدا من المشروعات الضخمة اللي الدولة عملتها لكن مازال هناك التحدي مع موضوع التشغيل تشغيل السد احنا تعدينا مرحلة البناء وملء السد لكن الاهم هو مرحلة التشغيل وهو ده اللي احنا بنتكلم فيه المبدأ ان المبدأ ما ينفعش من دولة تنفذ مشروع لوحدها بعيدا عن ان يكون فيه توافق وبالتالي احنا يعني بننظر الى التصريحات اللي اتقالت هو قال ان يعني سيد رئيس الوزراء الاثيوبي قال ان مصر لم تتضرر واحنا املينا وان احنا يعني مش هنقبل ان يحصل ضرر لمصر والسودان لاحقا وان حنعوض مصر والسودان لو حصل اي ضرر في كميات المياه هذا كلام جيد محتاجين بدل ما يكون تصريح ان يوضع في سورة طالما ان هذه النية وهذا هو التوجه ان يوضع في سورة اتفاق تلتزم بالدول مع بعضها البعض مرة اخرى انا بأكد في نهاية هذا الموضوع لسنا ضد التنمية في اي دولة افريقية وعلى الاحرى وعلى الاخص دول حوض النيل بالعكس احنا بنساعدهم بننفذ مشروعات معاهم تنموية احنا اعلننا منذ ايام قليلة على مبادرة لتمويل ودعم مشروعات تنموية في دول الحوض النيل تحديدا عشان نساعدهم ولكن بما لا يجور او يضر بمصالح مصر المائية وسيظل مصر لديها كل وانا بأكد عليها مصر لن تفرط في حقوقها التاريخية في مياه النيل وحتكون قادرة ان شاء الله على حماية هذه الحقوق